السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى أيها السابكون يعني في آخر حلقة من حلقات دروس السابقون أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته طوال هذا الشهر الكريم مبارك أن يجمعنا في الآخرة على باب الريان الذي يدخل منه الصائمون فلا يدخل منه أحد سواهم أسأل الله عز وجل أيضا أن يجعلنا من الذين فازوا في هذا الشهر الكريم وقاموا بكل ما يرضي الله عز وجل من صيام وقيام وقراءة القرآن وذكر لله عز وجل وتوبة النصوح وإطعام للفقراء أسأل الله عز وجل أن نكون ممن غنموا وفازوا بهذا الشهر الكريم النهاردة هنختم دروس السابقون بعروه الهمة في طلب الجنة كان لازم طبعا تختم بالجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى لو حبيت أقول لك إيه رأيك هديك مليون دولار هديه هتقول لأ طب لو قلت لك هجيب لك أجمل زوجة في الدنيا ترفض طب لو قلت لك هديك أسر على النيل ممكن ترفض طبعا لأ أمال هل ممكن ترفض دعوة جيالك من الله ودعوة جيالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه دخول الجنة أجيالك دعوة فعلا اسمع خد الدعوة هي بتقول إيه والله يدعو إلى دار السلام دار السلام دي الجنة فربنا بيدعوك للجنة موافع ولا مش موافع طبعا موافع والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعوك إلى الجنة إيه الدليل خد الدليل باسم عظيمة صلى الله عليه وسلم حديث روالة تلمذية بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجليا فقال أحدهما للآخر والحديث روالة بخاري وتلمذية فقال أحدهما للآخر اضرب له مثلا يعني اضرب لنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مثلا فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ابتنى دارا بنا دار كبيرة ثم بنا في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة طعام ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام فمنهم من أجاب ومنهم من أبى إيه تفسير الرؤية دي قال فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها موافق لنش موافق دعوة جالك إيه من ربك جل وعلا ومن حبيبك صلى الله عليه وسلم عايز دائما يبقى عندك شوق شديد جدا للجنة سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم الأيام أرسل في يوم الأيام يعني كان ليه موقف جميل جدا لما كان والي على المدينة منورة أرسل وزيره المخلص رجاء بن حيوة قال يا رجاء اشتري ليه ثوبا جديدا فاشترى له ثوبا جديدا بخمسمائة درهم خمسمائة درهم فجاء فقال ما رأيك يا عمر؟ قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن بكم؟ خمسمائة درهم فلما أصبح أميرا على المؤمنين يحكم ستة وعشرين دولة فقال لرجاء يا رجاء اشتري لي ثوبا جديدا فاشترى له ثوبا بخمسة درهم فقال ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن فبكى رجاء وقال ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ اشتريت لك توب وانت لسه والي على المدينة قل سميت درهم وانت لدرخيص واشتريت لك وانت أمير المؤمنين توب بخمس درهم طلل لنه غالي؟ قال أجل يا رجاء أخبرك يا رجاء يا رجاء إن لي نفسا تواقى نفسه عنده هم عالية جدا إن لي نفسا تواقى ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي بعده فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واريا على المدينة المنورة فلما أصبحت واريا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين فأنا الآن أعمل لتلك الجنة يا الله ولذلك كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان دايما يشوأ الصحابة ويشوأ الأمة للجنة حديث روى مسلم سيدنا حنظلة لم قابل أبو بكر قال له يا أبو بكر نافق حنظلة ما الذي جعلك تقول هذا قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين وكأن رأي عين دي من شتيجة مثلا مرة أو مرتين كان يكفل النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الجنة والنار فليأتيه الصحابين فأقول له يا رسول الله ماذا تقول بأبي أنت وأمي فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ بن جبل فيقول نبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول أنت قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ حولها ندندن أنا ومعاذ حول الاستعاذ من النار وسؤال المولى عز وجل الجنة ويوضح لك نبع صلى الله عليه وسلم قدر الجنة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لقاب قوس لقاب قوس وفي لواية لموضع قدم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب يعني موضع القوس ده في الجنة أفضل من الدنيا واللي فيها يا سبحان الملك وما البقى اللي هيبقى ملكه في الجنة احنا ننسى جين موضع يعني كبير ان شاء الله لخاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب وفي رواية عند أحمد والتلميذي بسند صحيح يقوله صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة يبدأ يعني ظهر لتزخرفت له وما بين خوافق السماوات والأرض حتى أدى كده لو ظهرت تتزخرف فيها الدنيا كلها ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ولذلك سبحان الله في شهر رمضان الكريم ده بتفتح أبواب الجنة الثمانية وتغلق أبواب النار السبعة وينادي منادي من قبل الله جل وعلا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كفاية بأزنوب ومعاصي إلحى نفسك وتوب إلى الله عز وجل وأقبل على الله عسى الله عز وجل لأن يقبلك وأن تكون من أهل الفردوس الأعلى وإحنا لما بنجنس نفسه حتى وإحنا بنكلم عن جيل الصحابة رضي الله عن المرضى إيه اللي خل الصحابة دايما في المقدمة دايما في المرتبة العالية والمنزلة السامقة التي لا يطاولها أي إنسان على رجل الأرض أولا لأنهم محبون لله أكثر مما يخطر على قلبك ومحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحاجة التالتة إن هم طلاب جنة ما هماش طلاب دنيا ما هماش إيه طلاب دنيا فرق كبير جدا من واحد بيطلب الجنة واحد بيطلب الدنيا الإنسان اللي بيطلب الدنيا ده إنسان ضيع نفسه واش معنى كده إن إحنا بقى نترك الدنيا لا بالعاكسة عايزك تكون أغنى واحد وأسعد واحد وأعلى واحد في المنصب والمنازل والمراطبة لكن لا تجعل الدنيا في قلبك إنما اجعلها في يدك واجعل محبة الله جل دائما في قلبك جل جلاله فهي د المسألة هي د المعدة الصعبة اللي احنا عايزين نحقها إحنا اللي دا عميين أنت كلم عن أρχ شيئا نقول ايه وكان الصحابة بعمل كذا والصحابة ده كان بعمل كذا والصحابية ده عملت كذا طب أنت فين طب ليه ما أحكيش عنك ليه أنا وإنت مانحكيش عن باط ليه ما أقولش فلن دهzept ماش يا الله والله adapts ليه ما كانت الصحابة بعمله وفلن ده blind safety صلى الله عن السلام لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرة يعني تأمل كده معايا مشهد ده كما عندي أبي دول بإسناد الحسن ينبع السلام بيندب الصحابة للصدقة يعني ما أوجبش عليهم ما قالش كل واحد ييبن عنده وإلي يبقى ياثم لا بينهم يعني بقدعوكم للصدقة فذهب عمر بن الخطاب بنصف مالي قال فوافق ذلك عندي مال فأخذت نصف مالي فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ماذا طرقت لأهلك وأولادك قال طرقت لهم مثله سبتون نصوم زيهم بالضبط فقال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ما له كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ماذا طرقت لأهلك وأولادك أبا بكر قال طرقت لهم الله ورسوله يا الله المسألة احنا بلحكيها حديث حكاية فهم زي ان عمرك استشعرت المعنى عمرك حسيت انك ممكن تضحب كل مالك كل ما تملك بجهد سنين عمرك ومر واحدة تحطها كده في حجر النبي صلى الله عليه وسلم طب تعالى شوف المثال تاني صهايب الرومي والحديث روى مسلم صهايب الرومي لما جيه مكة كان فقير جدا قعد يتهاجر ويبيع ويشتير والحمد لله وربنا وفقه انه بقى معه ثروة كبيرة جدا وبقى من أغنى أغنياء مكة ربالك ساعة الهجرة هو تأخر شوية في الهجرة فكان هاجر بعض الصحابة وهاجر النبع السلام وهو كان بهاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو هاجر المشركين عرفوا المعادل هو هاجر فيه ورحموا تربصينه على المخرج بتعمك فقالوا يا صهايب جئتنا سعولوكا لا مال لك واليوم بعد أنا اغتنيت تريد أن تذهب بهذا المال والله لا يكون الصهايب الرومي ده كان من أمهر الرما بالسهام يعني رام مهر جدا فقال إنكم لا تعلمون أني من أرماكم فبكل سهم والله أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتلوا بالسيف لكن الطيب أحسن إذا دلتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجل قال فمالي في المكان الفلاني ودلهم صهايب على مالي وراحوا ولقوا المال في مكانه وسابوا صهايب عشان يهاجر طب إيه اللي خلاهم يصدقوا صهايب لما كانوا ممكن يقول بيضحك علينا لا هم عارفين رغم أنهم كفار ومشركين بس عارفين أن النبي رب الصحابة على الصدق وما فيش حد فيهم أبدا بيكذب يا الله تخيل لما الكافر كان يصدق الصحابة في الوقت اللي فيه النهاردة مسلم ما بيصدقش أخو المسلم ديه الانتشار الكذب نسأل الله عز وجل أن يتوب على كل المسلمين يعني سبحان الملك فكان الوحي قد سبق صهايبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل في التول لحظة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث مع صهايب فلما وصل صهايب مدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم وهشة وبشة في وجهه وقال ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري يشري يعني يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحان الله باعة العقبة الثانية جماعة باعة العقبة الثانية اللي قالوا فيها 72 راجل أو 73 راجل على اختلاف الولايات وامرأتان وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كان شروط البيع عجيبة جدا تبايعون على السمع والطاعف المشاط والكسل وعلى الأمر بمعروف والنهع المنكر وعلى كذا وعلى كذا وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعوني منه أنفسكم وأمالكم وأولادكم وأزواجكم طب إيه التمن يا رسول الله أن نبع السم تريبا خد منهم كل حاجة قالا ولكم الجنة يعني هيخذ منك كل حياتك دي كلها وفي مقابل هذا ولك الجنة فقالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل يا الله وافقوا جميعا أن يكون الثمن هو الجنة في يوم بدر يوم بدر عدد الصحابة كان تلت عدد المشركين خد بالك والمسألة يعني كانت معركة فاصلة بين معسكر التوحيد وبين معسكر الكفر والشرك ونبع السم حب أنه يعني المسألة الفوليسة فيها هو تذكر الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم ورجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة صحابة برضو لسه الموضوع أول مرة يخشوا الجهاد ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضوها السموات والأرض فقال عمير بن الحمام بخن بخن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير قال لا شيء يا رسول الله سوأني أرجو أن أكون من أهلها فقال أنت من أهلها دخل عمير ابن الحمام أخذ بعض الطمرات كالطمراء أو اتنين ثم نظر إلى سائر الطمراء وقال لئن أنا بقيت وفي رواية لئن أنا حيت حتى أكل تلك الطمرات إنها لحياة طويلة فألقى الطمر ودخل فقاة لفقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم في يوم أحد مشهد من أعجب المشاهد أنس بن نظر حديث الرؤى البخاري المسلم كان تأخر عن غزوة بدر لمرض شديد نزل بجسدي وأنس بن نظر ده عم أنس بن مالك فقال لئن أشهدني الله مشهدا آخر يعني غزوة تانية ليران الله مني ما أصنع خبالك بقى وعده فلما جاء يوم أحد دخل أنس بن نظر فقاتل قتالا شديدا حتى لقيه سعد بن معاذ خبالك بقى من الكلام فقال يا سعد واها لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد أنا شامل من ريحة الجنة عندي جبل أحد فكان الناس بتفر وتجري من أرض المعركة خذ بقى المشهد ده وأنس بن نظر هو الوحيد اللي داخل يجري في أرض المعركة بيجري وراء ريحة الجنة فقاتل فقتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه في رواية أنه شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد إن النبي اتقتل فجلس الصحابته جانبا وقالقوا السلاح بتاعه فمر عليهم أنس بن نظر قال ماذا تصنعون قالوا كتل رسول الله لا كلام مش منطقي يعني قالوا كتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجب قال إن كان كتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تصنعون بالحياة من بعد رسول الله انتوا تحبوا النبي للدرجة دي طيب خلاص طب طبقوا ما بيتحبوه عايزين تعيشوا ليه بعد النبي قال فماذا تصنعون بعد رسول الله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم أنس بن نضر وشهر سيفه وقال اللهم إني أعتذوا إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة وأبرأوا إليك مما صنع هؤلاء يعني الكفار ثم دخل فقاتل فقتل فوجدوه بعد الغزوة ولم يعرفوه ما عرفته إلا أخته ببعض بناني بعض العلامات في صواب عليه قالوا وجدناه وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسام فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع اطباق بكرآن يطلق اليوم القيامة من المؤمن رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه منهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لما قتل عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة بقر معونة كان من بين من قتل والحديثة الأولى البخاري حرام ابن مرحان عايزة اختم معاه المشهد العجيب ده جال واحد من المشركين وراجل ده أسلام بعد كده فضربوا بالرمح تعالف رمح ده ضخم جدا يعني فضربوا بالرمح من ظهره فطلع الرمح خرج من صدره خب بالك من منظر فالدم طلع زي النفورة من صدره فأمسك بالدم ووضعه على وجهه وقال فضت ورب الكعبة فضت ورب الكعبة خب بالك من مشهد ده فالرجل المشرك اللي أتره بيسأل واحد زمينه بقول له أي فوز هذا أمجنون هذا الرجل قال لا ليس بمجنون إنهم يعتقدون أن من قتل منهم شهيدا في سبيل الله فهو من أهل الجنة فلما قتلته أنت ظن أنه بذلك قد فاز أنه من أهل الجنة فلما سمع الرجل تلك المقالة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأبنى محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من ضمن أيدي المشاهدة عجيبة جدا كان في غزوة بدر واحد اسمه خيفمة ابن الحارث خيفمة ابن الحارث له ابن صغير اسمه سعد فلما جاءت غزوة بدر خيفمة ابن الحارث عايز يخرج وجهك في سبيل الله فرحم نادي ابنه سعد قال يا سعد تعلم أن النساء ليس سمعون أحد هو كان عنده سعد ده بس عنده حوالي 15 سنة وكان كل بقيت خلفته كلهم بنات وزقته معه فقال له يا سعد أنت تعرف أن أمك وإخواتك البنات عادين لوحدهم فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهبوا وجاهد في سبيل الله بس كلام الابن بقى قال له إيه قال يا أبتاء والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها لو كانت الدنيا كلها أقدمها لك عن طيب خاطر ولكن نهى الجنة يا أبتاء والله لا أوثر أحدنا اليوم بالجنة فدخل سعد بن خيفمة بن الحارث فقاتل فقتل شهيدا في غزوة بدر فجاء الصحابة يعزون خيفمة بن الحارث باستشهاد ولده فقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وينادي ويقول أبتاء إلحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا يا الله شفت دي كان الشوق عندهم للجنة العجيب في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربط كل عبادة في الدنيا دي كلها كان يربطها بالجنة بدءا من الشهادتين من كان آخر كلامه الدنيا لا إله من الله دخل الجنة الوضوء لما تتوضع شفت دي من توضع في أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحداه ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتعة له أبواب الجنة الثمانين في الصلاة من صلى البردين دخل الجنة البردين لما العصر والفجر يجي في الحجة من حجة فلما يرفض فلما يفسخ رجع من حجه كيوم وردته والحجة المبروة لا يستلها جزاء عند الله إلا الجنة يه ومش عارف من فعل كذا كل حاجة من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة في طلب العلم ومن سلك طريق يلتمس فيه علم من سهل الله له بي طريقا إلى الجنة إذن كل حاجة في الدنيا كل عبادة كل شيء بتقدمه قارن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجنة ليه؟ علشان الهمة تعلو وانت بتتوضى تحس ان أبواب الجنة بتتفتح وانت بتصلي ان انت بتصلي ان شاء الله من أهل الجنة بحسن ظن بلا صحة عالم وانت بتصوم من ختم له لو موت النهار ده أنا من أهل الجنة في أكتر من كده حتى في دعاء سيد الاستغفار اللهو ما انت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء كما عند البخاري قال فمن قاله في الصباح فمات دخل الجنة ومن قاله في المساء فمات دخل الجنة في أكتر من كده يعني أبواب الجنة بين كل ده وتبين دخول الجنة تعالوا نختم بقى الدرس بثلاث نقاط سريعا إيه هي؟ أدنى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة وآخر حاجة أني بكرة ممكن يبقى العيد فأذكركم بس بكلمة صغيرة قبل ما أذكر أدنى أهل الجنة وآخر أهل الجنة عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين ده حكم ستة عشر دولة دخل عليه الرجال في عيد الفطر المبارك عشان يهنونه بعيد الفطر المبارك دخل الرجال وخرجوا فدخل الصبية الصغار بعضهم فكان من بين هؤلاء الصبية الصغار ابن عمر بن عبد العزيز وكان يلبس ثيابا قديمة رثة مرقعة ده فيهم عيد وده ابن أمير المؤمنين فأول ما شاف عمر بن عبد العزيز بكى فتقدم هذا الابن الصغير أستغفر الله الابن الكبير وقال يا أبتا ما الذي تقطأ بك رأسك وأبكاك إيه اللي خليك تبكي قال لا شيء يا أبني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك فياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك فياب الجديدة فضحك الابن وقال يا أبتا إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله كل يوم هي عد عليك وإنت متعدى لبنا فأنت في عيد اوعى تكون ممن قال عنهم الله عز وجل الذين ينقضون غزلهم من بعد قوة أنكافا ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكافة حتى تبني عبدات وطاعة وصيامه وقيامه وكرآن وذكره لله وزل وبكاء لله سبحانه وتعالى وتيجي بعد رمضان في أول يوم عيد تأسى ربنا ضيع كل اللي فات من علامات قبول شهر رمضان يا جماعة أن تكون أنت مطيع بعد رمضان زي من أنت كنت مطيع عبد رمضان أو أن أنت تكون أحسن أو على الأقل تكون زي من أنت إنما من علامات الخزلان أن الإنسان بقى يرطع في أوحال الذنوب والمعاصي بعد شهر طاعة كامل فده من علامات عدم قبول الشهر إلحى نفسك خد بالك الشيطان الشياطين مسلسلة طول الشهر هتنطلق بضناوة شديدة جدا مع أول هلال شوال هتنطلق على كل الموحدين علشان مش تقعك في صغائر ولا كبائر ده عايزة تقعك في الكفر والشرك ما قدرتش هتقعك في الكبائر فإلحى نفسك حافظ على دينك وحافظ على الغزل الجميل الإيماني من الحسنات العظيمة التي كنت تغزلها وتجمعها طوال هذا الشهر الكريم المبارك نختم الدرس بآخر من يدخل الجنة وأدنى أهل الجنة الحديثان رواهما مسلم حديث الأول رواه مسلم عن المغير بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه جل وعليا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة فقال جل وعليا موسى هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال لا أدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة يسمع صوت الناس بيتعاون في الجنة فيخيل إنه كل واحد خلاص الجنة مالك بقى يكون بنيت يعني فيخيل إليه أنها ملأة فيقول يا رب كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس منازلهم وأخذ أخذ ذاتهم فيقول جل وعلا أطرد أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ملك ملك على نصر كل أرضية مثلا يعني فيقول راضيته يا رب فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله 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 في المرة الخمسة قال راضيته يا رب فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله يعني أد ملك ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك ممكن تشتهي نفسه أد اللي خده كمان ألفين مرة أطلب لأنت عايزة تطلب من الملك جل الجلال الذي لا تنفت خزائنه سبحانه وتعالى وفي رواية أن أدنى أهل الجنة يوم القيامة يقول له جل وعلا ورواية عند مسلم أيضا يقول له جل وعلا لك الدنيا وعشرة أمثالها يعني لك أدنى الدنيا دي كلها حضاشر مرة ده مين يا جماعة ده أدنى أهل الجنة أم الآخر أهل الجنة دخول للجنة ده حاله إيه حديث روى مسلم عن عبدالله بن مسعود أن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة هو رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة يعني يؤع مرة وتسفعه النار مرة تلسوع مرة حتى إذا ما مر من على الصراط استدار ونظر إلى الصراط وإلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك ده آخر واحد يأخذش الجنة تبارك الذي نجاني منك والله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين فيغرص الله عز وجل له الشجرة خب بالك فيقول يا رب فيقول ما لك يا عبدي يقول أدنني الرب من هذه الشجرة فلأستذرله بذلها وأشرب من مائها فيقول جل وعلا عبدي ألئن قربتك من تلك الشجرة أتعطي العهود والموافق على أن لا تسأل شيئا غير ذلك يقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك فيقرب من الشجرة فيستذل بذلها وأشرب من مائها ثم يغرص الله عز وجل له شجرة أكبر من الأولى أصرخ يا رب يا رب ماذا تريد يا عبدي أريد أن أقترب من الشجرة الثانية يقول جل على ما أخضرك وإنبيع السام يضحك يقول وربه يعظله لأنه يرى ما لصدر له عليه فلم تعطي العهود والموافق يقول يا رب من المرض إن شاء الله مش أسأل وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك فيقربه من الشجرة الثانية إلى أن يغرص الله عز وجل له شجرة ثالثة وأخيرة على باب الجنة موقع استراتيج بقى يا رب أدنني من هذه الشجرة فلأستذل بذلها فأشرب واشرب من مائها فيقول وشأل على عبدي ما أخضرك ورغم ذلك برضو برحمة الرحيم الرحمن يقربه من الشجرة الثالثة يستذل بذلها يشرب من مائها وهو وقف على باب الجنة بقى سمع صوت نعيم يا أهل الجنة فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يصرني منك يعني ما الذي يرضيك حتى أن قطع سؤالك عني أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول العبد يا رب أتستهزئ لي وأنت رب العالمين فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر يا رب اجمعنا جميعا في الجنة ونتمنى أن يكون استمتعنا مع بعض بالحلقات بتاعة السابقون أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الهمة العالية وأن تعالوا الهمة مرة أخرى وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشكر جميع إخواننا الأفاضل القائمين ترجمة نانسي قنقر